اهلا بكم بناتي وابنائي طلبة وطلبات الشهادة الاردية ابنائي وابنائي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسرعة كده بعض الاسئلة اللي جات لي انا جاهزتها ويمكن من الصفحة طالب احمد الدرديري حل وكان حله جميل برضو مجموعة من الطلبة حدتوا مجموعة اسئلة انا شفتها هي موجودة ووردت في امتحانات كتيرة وموجودة في نمازج الوزارة بسرعة عشان مضيع الشؤاتكم بناتي وابنائي تعالوا نشوف فكرة مجموعة من الاسئلة المقال يعني احنا اتكلمنا عن الاسئلة الموضوعية وهي الاتمال او الاختيار المتعدد النهاردة انا هتكلم عن مجموعة من المسائل بتاعة اللي هي المقال اللي انت هتحلي فيها وكل خطوة منها هيبقى ليها درجة تعالوا بناتي وابنائي اشمداش وقتك هو كان بيقول لي اذا كانت المجموعة السين لها التي تحوي العناصر واحد واثنين وثلاثة والمجموعة صاد تحوي العنصر سالب واحد هو بيقول لي وكانت وخلي بالك من الحكاية اللي هو بيحكيها دي بيقول لي كانت عين علاقة العلاقة دي عين علاقة منين لمنين يعني ايه يعني هاخد المسقط الاول منين والتاني منين فبيقول لي علاقة من سين الى صاد يعني معنى كده ان انا هاخد المسقط الاول من سين والمسقط الثاني من صاد فبيقول لي تعني ايه بقى العلاقة انه الف عين به او هتعني ايه انه العلاقة او اللي تربط بين اي عنصر في الف مع اي او في سين مع اي عنصر في صاد انه بيقول لي انه الف زائد به يكون اكبر من او يساوي الواحد اللي هي دي بسميها القعدة اللي انا هشتغل عليها لكل طبعا لكل الف ينتمي الى المجموعة سين وبه تنتمي الى المجموعة صاد وعشان انا ما طولش عليكم بناتي وابناء هو عايز بيان العلاقة والعلاقة وعايز دي نمرة واحد نمرة اتنين هو عايز يمثلها بمخطط ساهمي او بياني زي ما يطلب وطبعا عايز يشوف انا طبعا الاكمال بتاع المسألة سواء كانت جابهالي او ما جابهالي ايش عايز يشوف هذي العلاقة دالة وازا كانت دالة اوجد مداها وحنرجع بسرعة على الكلام ده فانا اول حاجة هو عايز بيان العلاقة جميل او بان العلاقة انا بعمل مجموعة من الازواج المرتبة اللي هي عين هعمل مجموعة من الازواج المرتبة وهختبر كل عنصر في سين مع صادر انا عايز ان يكون مجموعة الف زائد بيه يكون اكبر من الواحد فلو قلت واحد زائد واحد سالب واحد يديني سفر وطبعا دي لا تمثل انها تكون اكبر من الواحد بذلك انا مش هاخد الواحد طب نشوف الاتنين اتنين ناقص واحد هيديني واحد وده بفعلا بيساوي الواحد يبقى هاخد اول زوج مرتب اتنين وواحد وبعدين التلاتة هختبرها هيديني تلاتة ناقص واحد يديني اتنين وهي اكبر من واحد فيبقى تلاتة وواحد طبعا انا عملت الازواج المرتبة من سين الى صاد وهنا هقدر اشير الى المخطط الساهمي بسيط جدا ا milliseحنا وهحط اتنين في هذه النقطة وواحد في اذا المكان والناحية التانية هحط سالب واحد وادي تلاتة هيه عشان نبقى حطنا كلها ادي واحد واذي اتنين واذي تلاتة تعالى نعمل الاسهم بقى الى هتشير انا عندي من ايه من سين الى الصاد يبقى من اتنين الى واحد سادي او ساهم تاني ساهم من تلاتة الى واحد يبقى من تلاتة الى سيلب واحد طبعا طبعا هتبقى مرتبطة هنا بالسالب وهنا بالسالب انا عملت هنا بيان العلاقة وعملتها بمخطط سهمي تعالوا نشوف هو بيقول لي مخطط سهمي واخر بياني طبعا البياني بقى زي بناتي وابنائي معارفين الحكاية سهلة خالص انا طبعا عارف ان زي محلو احمد درديلي هجيب السؤال بتاعه حالا عشان ما يزعلش مني وهو مجتهد جدا انا عندي هنا واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة وعندي على هنا سالب واحد طب انا هشوف كده علاقة هنا اثنين وسالب واحد يبقى دي اول نقطة تاني نقطة ثلاثة وسالب واحد يبقى دي تاني نقطة انا كده مسلت بمخطط بياني ومخطط سهمي اللي هي العلاقة من الف الى دي ده سؤال طبعا هذه العلاقة ليست دلة لانه الواحد لم يظهر كما سقط اول في بيان هذه العلاقة بناتي وأبنائي فكرة عامة كده يبقى احنا قلنا متى تكون العلاقة دالة من خلال ثلاث حاجات او اقدر احددها من خلال ثلاث حاجات اما في المخطط السهمي ان يظهر المسقط الاول يخرج سهم واحد وواحد فقط لازم يظهر سهم ولكن لا يزيد عن سهم فسهم واحد وواحد فقط في بيان العلاقة الحاجة التانية او في المخطط السهمي في المخطط البياني انه لا تظهر على الخطوط الرأسية إلا نقطة واحدة وواحدة فقط يعني يجب أن تظهر نقطة لا تزيد ولا تقل على في بيان العلاقة الحاجة الثالثة إذا كان في العلاقة هو مدهالي يبقى أنا هقدر أستخرج واشوف إذا كان كل عنصر في عناصر المجموعة الأولى ظهرت كمسقط أول مرة واحدة وواحدة فقط إذ أنها يجب أن تظهر لكن مرة واحدة طيب تعالي ننتقل إلى السؤال الأعمق شوية أو ننتقل الوحدة الثانية إما بيقولي التناسب النسبة والتناسب التناسب زي ما قلنا النسبة هي العلاقة أو هي مقارنة بين كميتين من نفس النوع أو عددين حقيين أما التناسب فهي تساوي نسبتين أو أكثر ده كلمة التناسب هناك تناسب إذا كان ألف وبيه وجيم ودل في تناسب فهقول ألف على بيه يساوي جيم على دير لكن إذا كان مدهسلسل يبقى ألف على بيه يساوي به على جيم يساوي جيم على دال وعلى ذلك أنا بقول عليه متسلسل زي الفكرة بتاعة اللي أنا نزلتها كده على الصفحة وقلنا لبناتي وأبنائي حلوا صفحة مدرسة على هوى فكان بيقول إيه بقى بيقول لي إذا كان به وسطا متناسبا يعني أنا عندي به ده وسطا متناسبا مهم جدا وسطا متناسبا يعني ده تناسب متسلسل بين إيه وبين إيه بيقول لي وسطا متسلسل بين ألف وبين يعني بين ألف وجيم حلقي به في النص فيكون وسط متناسب يعني أنا من الجملة دي هقول له يبقى أنا عندي ألف وبه وجيم فيه تناسب متسلسل ومن الجزء ده قبل ما حط الشكل بتاع المسألة هيبقى أنا بستفيد من الحتة دي إنه ألف على به يساوي به على جيم يساوي مقدار سابت وعلى ذلك أقدر أطلع المتساويات من هنا إن به بتساوي جيم في ميم وألف بتساوي جيم في ميم أو جيم تربيع في ميم زي ما انتو عارفين يبقى أنا عندي هنا به أهي حتساوي جيم في ميم أدي جيم في ميم وألف حتساوي جيم تربيع في ميم يبقى أنا عندي أقدر أعوض دلوقتي وأقدر أشتغل أشيل كلمة جيم أشيل به بيساوي اللي هو ألف فطبعا ألف حتساوي إيه زي ما قلنا كده المفروض إن الطرفين على الوسطين زي ما اشتقناها إحنا قبل كده يبقى جيم في ميم تربيع أدي الجملة بتاعي تجاه هعوض بقى عن الكلام ده وهقوله يبقى أنا عندي هو بيقول لي إذا كان إثبت أن فاثبت أن هو عايز يقول إيه بقى بيقول لي إثبت إن ألف على جيم يتبان كده ألف على جيم يساوي ألف قصة 2 زائد بقصة 2 على بقصة 2 زائد جيم قصة 2 وعلى ذلك أنا أقدر دلوقتي إنه أقدر أجيب العلاقة اللي بينهم قلنا ألف هتساوي ألف في جيم زي ما طلعنا الوسط بتاعي المتناسب هقدر يضوبك عوض عن قيم ألف وجيم وحطها بس خلي بالك هنا ألف على جيم لو أنا عوضت عن قيمة ألف بقيمتها اللي هي ميم جيم أهو أدي جيم في ميم تربيع أهو وأدي الجيم زي ما هي فحطير جيم مع جيم يبقى أنا عندي هتساوي ميم تربيع أدي الطرف الأيمن عشان نبقى خلصنا منه يبقى أنا عندي الطرف الأيمن دهو طلع لب ميم تربيع هقول على الخطوة دي نمرة واحد طيب الخطوة التانية وأنا هطلع كده عشان بناتي وأبنائي تاخدوا بالهم الخطوة التانية إن أنا هجيب ألف قصة 2 يعني هربع هنا وبي قصة 2 وهربع هنا فأنا هايبقى عندي أهو هعمل شرطة الكسر وهاخد تبقي جيم تربيع وميم dz زائد به تربيع اللي هي ميم تربيع وجيم تربيع يبقى جيم تربيع في ميم تربيع وتحت بيه تربيع نفس الكلام جيم تربيع ميم تربيع زائد جيم تربيع لو انا خدت من فوق جيم تربيع عامل مشترك انا طبعا بقول بسرعة لا انا براجع لان الكلام ده انتو حفظينه كويس جدا يعني يعني انا عارف انا بعمل ايه بس كل ما هنالك انا بقول ايه المسألة دي بتارد في الامتحان بهذا الشكل اما يكون فيه تناسب متسلسل او تناسب اللي هو التناسب عادي وبقدر يضوبك ان انا اعوض هي عملية تعوض عشان ترتاح اذا كان بيقول لي اثبت ان الطرفين بيسوا بعض طبعا لما بصي هنا حلاقي في حدين في المقدم هنا فيهم عاملين فهاخد عاملين اهو متشابهين اللي هو جيم تربيع فهاخد جيم تربيع عامل مشترك عندي هنا كمان ميم قص اربعة لكن هنا ميم قص اتنين هاخد العامل المشترك باصغر قص وهفتح قص وهكتب اللي فاضل طبعا هيبقى فاضل لي هنا ميم قص اتنين زائد واحد طيب تحت هنا انا عندي هنا جيم قص اتنين ميم قص اتنين وهنا جيم قص اتنين انا في عندي عامل مشترك اللي هو جيم قص اتنين تعالي ناخد جيم قص اتنين عامل مشترك هيتبقى لي هنا ميم اهو ويتبقى لي ميم قص اتنين زائد واحد الله ده المقدم وده التالي ايه رأيك بقى نوصل لعملية الاختزال ان انا لو اقدر اشيل الجيم طبعا دي كلها عوامل مضروبة في بعض ادي عامل اهو وادي عامل تاني وأدي عامل ثالث على بعضه لذلك بصوا كده أنا هشيل العامل ده مع العامل ده وهشيل جيم قصة 2 مع جيم قصة 2 يبقى العامل اللي فاضلي هو عامل وحيد اللي هو ميم قصة 2 الله تب منا هنا طلعتوا بميم قصة 2 يبقى دي رقم 2 يبقى هقوله من 1 من 1 و 2 اذا الطرفان متساوين وكان هذا هو المطلوب إثباته هنا بقى العملية أعتقد أن بقت أسهل ولو أنا جيت انتقلت من هذه الفكرة لفكرة أخرى طبعا أنا بقول في عجالة أنا عارف بناتي وأبنائي وصلوا دلوقتي إلى حالة من أنهم يحلوا بسرعة وبمهارة مهارة وسرعة عشان فكرة الامتحان مش بتاخد منك وقت طبعا أنا هقولك هو بيقول لي ارسم وارسم دي من الحاجات المهمة جدا هتجيلك في ورقة الامتحان عندي ارسم منحنة الدالة اللي بيقول لي دالة حيث أن مديني بقى قاعدة الدالة اللي بتقول لي إيه بقى قاعدة الدالة بتقول لي أنه دلسين تساوي سين ناقص واحد الكل قص اتنين عايز زر سين دي طيب حرسمها بس طالب مني بقى شوية حاجات عايز القيمة العزمة أو الصغرى إذا كانت موجودة للدالة طبعا أنا متوقع أن هنا هتطلع لي قيمة صغرى لأن معامل سين تربيع موجب فأنا عايز القيمة الصغرى هو بقى مريحني طيب الحاجة التانية عايز معادلة محور التماثل ما هو داعي بان من الرسم معادلة محور التماثل طيب بعد كده عايز إحداثيي نقطة المستوى أو نقطة رأس القطع فهو عايز إحداثيي رأس المنحنة يعني بعد مرسم عايز إحداثييي رأس المنحنة طبعا أنا يا دوبك هكون الجدول اللي احنا تعودنا عليه إن أنا بعمل جدول كده ونشوف بقى الفترة اللي هو مدهالي هو هنا بيحددلي فترة عشان كلنا نرسم هذه المنطقة كلها يعني دي هنا سين واشوف ستطلع بكام اللي هي ده السين يا سلام طيب خلي بقى لك هو مديني الحدود بتاعتي بتاعة الدلة بيقولي الفترة من سلب واحد وثلاثة طيب أنا بقى عشان سلب واحد وثلاثة دي طبعا أنا كتبتها اهو هعمل هنا سلب واحد وبعدين سفر وبعدين واحد وبعدين اتنين وبعدين ثلاثة ومتشكلين أنا كده كونت القيم بتاع السين اللي أنا هعوض عنها داخل قاعدة الدلة طيب أنا هشيل سين وحط مكانها سلب واحد تبقى سلب واحد وكمان سلب واحد يبقى سلب اتنين الكل قص اتنين يعني تطلع لي هنا باربعة يبقى أول زوج مرتب كام سلب واحد وأربعة أخذ عليه الدرجة سفر سلب واحد يديني سلب واحد قص اتنين في الديني واحد يبقى تاني زوج مرتب سفر واحد رايح نفسك التنظيم مهم جدا ادي هنا واحد ناقص واحد هيتساوي سفر يبقى النتج قس 2 هيتساوي صفر ايضا يبقى انا عندي صفر وصفر هو الزج مبتب الثالث طيب اتنين يبقى اتنين ناقص واحد يديني واحد اربعه يديني واحد الله هتطلعلي كده نشوف كده ادي ثلاثة ناقص واحد اه اتنين قس اتنين يديني كام اربعة الله انا متوقعها ليه لان انا هحس هنا انه هو متماثله حوالين هذه النقطة في الجدول دائما يا مستر بتطلع هنا كده لا مش دايما لكن انا بقى هو مريحني هنا ومدهالي زي الفل لهو وتالت او رابع زوج مرتب ثلاثة واربع طب يا سلام لو احنا خدنا هذه هذا الجدول او هذه النقاط ومثلتها على المحاور بتاعتي فانا ايه تعالوا بقى نعمل ايه المحاور ادي عشان كده يبين هعمل هنا ادي كام سالب واحد وكم ادي هنا ادي واحد طبعا عايز اعمل المحاور هعمل خط افقي وخط رأسي كده نستخدمنا كده الورقة بتاعة المستر اه اشرف ربنا يا كريمه اهو ناخد دي كده وناخد دي كده عملنا نحورين اهو المحاور دي مهمة جدا او باخد عليها درجات وانا برسيم برغم ان انا مش بعمل في حاجة اهو يكي يكون باين كده انا عايز اشوف باين والله طيب نعمل هنا بقى ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا اهو وبعدين سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة وهكذا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة كده وبعدين طبعا نقاط كده ونقاط كده ونقاط كده وبعدين واحد هه اتنين تلاتة اربعة وهكذا كده او تمام تعال بقى ناخد الازواج المرتبة اللي موجودة سلب واحد واربعة ادي سلب واحد واربعة و ادي النقطة الاولى اهي النقطة التانية سفر و واحد ادي سفر و واحد النقطة التانية طيب النقطة التالتة سفر و سفر اهي الحمد لله ادي سفر هنا النقطة التالتة سفر و واحد سفر و واحد ادي سفر و واحد يبقى هطلع كده تاني ادي سفر و واحد طيب اللي بعدها اتنين و واحد ادي اتنين و واحد ودي واحد وصفر طيب التالتة اربعة وكم اربعة تلاتة واربعة ادي تلاتة واطلع كده عندي الاربعة يبقى انا خطر اهو اعملت كده ولحظوا عندي النقطة واحد وصفر واحد وصفر المتمثل هنا طلع تاني مرة واحدة ادي محور التماثل بتاعي لقيتها تمثلت هنا اهو ادي محور التماثل اهو وقادي الرأس بتاعتي اللي هي احدثياتها كام احدثياتها سفر واحد يبقى من الرسم ده انا هطلع كل البيانات بتاعتي وهقوله كل الاجابات بتاعت الاسئلة اللي هو كان سائلها في ده الاول هو كان بيسأل ايه عايز القيمة الصغرى للدالة الله قيمة الصغرى يعني اقل قيمة الصوت اللي هي صوت بتساوي كام سفر فهكتب له الاجابة بتاعته يبقى انا هقوله اذا القيمة الصغرى عنده صاد عنده صاد تساوي واحد اجابت على اول واحد نمرة اتنين عايز ايه التاني عايز معادلة محور التماثل طبعا معادلة محور التماثل انا بشوف سين يساوي كام هنا المعادل طيب انا هشوف سين بيساوي كام اهو عند رأس القطع رأس القطع واحد وصفر يعني عند السين بتساوي واحد يبقى معادلة محور التماثل هي سين زي ما تتبقى بقى كده سين تساوي واحد اه دي المعادلة اللي انت كنت عايزها ثالت حاجة عايز احداثي رأس المنحنة ما هو الاحداثي ده اللي انا بجيب منه القيمة العظمى والقيمة الصغرى فيبقى الاحداثي نمرة ثلاثة احداثي اه رأس المنحنة رأس المنحنة عند النقطة اللي اتلعت بتاعتي واحد وصفر يبقى انا عندي اهم حاجة لو انا بصيت كده في الرسم بتاعي اصبح النقطة بتاعة رأس المنحنة هي هذه النقطة وهي التي تحدد القيمة العظمى والقيمة الصغرى لاحظ ان هي كانت واحد وصفر فقلت دي بتحدد معادلة المحور ودي بتحدد القيمة العظمى او الصغرى بسرعة انا عايزك تراجع على معادلة خط مستقيم المرة بنقطتين يعني يديك نقطتين في احد الامتحانات كده ورجحهم كده وبصوا عليها عشان يبقى انجزنا معادلة يديني نقطتين وقل لي اوجد معادلة المحور التماثل بجيب الميل وعود في المعادلة صد بتساوي ممسين زائد جيم خلاص بجيب الميل وعود بالنقطة الاولى طلع قيمة جيم على العموم هنلتقي مع بعض المرة تانية ابنائي وبناتي الى علامة اللقاء في حلقة قادمة كان معكم عادل عبد الموجود فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته